رحيم والصلاة والسلام على أشرقكم السلام عليكم أنا بينا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة هنبقى مع بعض المحاضر رقم 12 ومعنشي عمل الرسمات اللي هي المعمارية أو شرح المعماري أو شرح سلوك تطبيق الاشتباطات الرخيص عشان أجاوب على أسباب بعض الزملاء خدت مننا محاضرات كثير إنما إن شاء الله هي وقتوب إن شاء الله إن شاء الله يعني تكون بتقدم بعض المعلومات المفيدة كان في أحد الزملاء الأفاضل زودني بملف اللي هو القانون الموحد ده تقريبا أحد السحاجة لأنني أما كنت بشرح فعلا أنا كنت بشرح على معلش يظهر إن أنا أديم شوية فكنت بشرح على جزء القانون الأديم فهنا في بعض الاختلافات إن شاء الله هي بسيطة إنما بتؤدي إلى نتائج أفضل بنسبة للمساحات يعني عملوا بعض التعدلات الزريفة هنا حضراتكم اللي هي مساحات الورف إحنا بنتطبق بقى هذا الكلام يعني كنت بقول مساحة الورفة كانت عشرة هنا لحد الأدنى بقت الورفة السجرية بقت سبعة ونص لحد الأدنى كان اتنين ونص أنا كنت بقول عليه اتنين خمسة وسبعين طبعا أنا هشتكد على الكود أنا اللي بيهمني أعرف الإسلوم اللي أنا أطبق بي الكود على الرسومات المساح الإجمالية للمطبخ ما تلش عن ثلاثة متر لحد الأدنى ما تلش عن ثلاثة متر وأدنى بعد ليه واحد ونص يعني أقل لبعد للمطبخ يعني اتنين في واحد ونص يعني لو مهمس الرخصة وهو بيراجع معي لا المطبخ مساحته أربعة متر وعندي ضلع فيه متر وربع قول لي لا كده غلق المطبخ ده مش مطابق أنت يبقى مطابق إنه يكون أبعاده لا تقل عن واحد ونص في اثنين ده البعد الأدنى بالنسبة لدورة المية دورة المية على فكرة جماعة أنت لو فاكرين قلنا عشان نهرب من الترخيص فكنا بنسمي الحمام دورة مياه وبنسمي أحد الغرف كنا بنسميها مطبخ وبعد كده بنسمي حمام فيه فرق ما بين الحمامات وفيه فرق ما بين دورات المية فيه المواصفات أو فيه اشتراطات القانون بناء الموحد إن كل مساحة داخلية ما بتقلش عن تمانية من عشرة متر مسطح الحد الأدنى تمانين سنتي يبقى أنا عندي أقل دورة مياه ما أثبت عدتها تمانين سنتي في متر بالنسبة للحمام ما بيقلش مساحة الإجمالية عن واحد ونص وده تقريبا زي الكود القديم يبقى وأقل بوعد فيه متر وعشرين يبقى تقريبا مية وعشرين في مية وخمستاشر الدين الحد الأدنى لمساحة الورف غرف الحارس دي المساحة الإجمالية وده برضه أقل بوعد يعني غرف الحارس ما تقلش عن اثنين في اثنين ونص غرف الحارس عددت أن احنا بناخدها فوق المنشأ بناخدها فوق المنشأ جنب بيت السلم أو بيت الدرج اللي احنا بنسميه بيت الدرج وما بيقعدش من الارتفاع الكامل للمنشأ يعني لما بعمل أنا عند بيت الدرج بعمل قوضة أو بعمل أوفيس خاص بالغرفة الحارس أو كده هذا الارتفاع ما بيخشش معي فيه حسابات الارتفاع الإجمال كان فيه برضه بعض النقطة مهمة اه اتكلمنا احنا عن الاجزاء دي لأن الاجزاء دي مطابقة للموصفات القديمة دي مساحة الدهوية هنا نتكلم على بتفصيل هنا نحط الشبابيكم الليبان بالنسبة لحمامات والمطابخ كان فيه جزئية مهمة اللي هي مساحة المناور السكناني اه انا كنت بقول لكم ان مساحة المناورسات تلت عين تربيع تلت عين تربيع لا هنا الكود الجديد اهو عملها ربع عين تربيع ربع عين تربيع اهو مربع ربع الارتفاع طب انهور ارتفاع مش ارتفاع المنشة الارتفاع ده جماعة مش ارتفاع المنشة امال انهور ارتفاع نحسبوا اه لو انا عندي ده طبعا ده معماري الدور الاول علوي والتاني علوي اتفقنا من الدور الارضي من الدور الارضي افترضوا ان انا مثلا حاجة هعمل اه 5 بور زي ما احنا متفقين कده وماشيين على السيستم 5 دور عشر ان شاء الله المحضرة دي هنبدأ انا عمله للقطاع على مأسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عموما مش لاقيه. نفترض ان انا عندي يا جماعة اتفقنا ان ارتفاع الدور الارضي ما بيقلش عن اربعة متر. او بمعنى اخر برضو عشان يبقى الكلام في دقة. ان اول بروز يسمح لبيه التخيص يكون على ارتفاع اربعة متر من منسوب مين? من منسوب الرصيف. ارتفاع الادوار المتكررة اه في العادة احنا بناخدها اه تلاتة متر. في العادة احنا بناخدها كام? تلاتة متر. بقى ادي تلاتة. انا بقى افترض يعني وادي تلاتة. انا بس عشان اوضح كل متعين اللي موجودة في اه بالمنزر ده. طيب. يبقى انا الارتفاع الكل اللي اللي انا اخدته هنا كام? ارتفاع المنشأ الكل باربعة وانا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وانا اصدور تاني. بس انا عايز اوضع حاجة مهمة يعني انا عندي كده ارتفاع الدور ده او ارتفاع المنشأة بتاعي في القطاع هيطلع ستتاشر متر. طب هالي عين دي هي اللي انا بعود بها هنا ولا لأ. هل دي عين؟ لا مش دي عين. اما الايه عين اللي احنا بنواوق بها هنا? عين اللي بنواوق بها هنا بنشوف اه من الدور الارضي. اه انا عندي اول تهوية هتطلع هتطلع ليه حماماته مطبوخ الدور الارضي. وبالتالي هنا هيبقى في شباك. او هنا في شباك. هنا في شباك هنا في الشباك طيب آآ من جلسة الشباك يعني احنا بنقول بقى دول انا عند المطبخ ده نفترض منسوب الارضية بتاعته آآ الزيرو انا طلعت هنا ادي واحد اتنين تلات درجات تلاتة في ستاشر وشوية زي ما كنا حاسبين الدرجة بتاعتنا يعني سيب واحد وخمسين سنتي ارتفاع جلسة الشباك هنا في المنسبة لمطبخ مسلا مش تقل عن متر يبقى انا عندي هنا فيه متر ونص صح كده اللي هي الخمسين سنتي السلام لك ده زائد ارتفاع جلسة الشباك بتاع المطبخ او الحمام اللي هي المتر مسلا وبيفضل يا جماعة دي تبقى مية وعشر او مية وعشرين بس انا افترض انها متر يبقى عندي متر وايه متر ونص اطرح المتر ونص ده من الارتفاع الكل اطرح المتر ونص من الستاشر يبقى كام اه اربعتاشر ونص هي دي الاربعتاشر ونص دي القيمة اللي انا بطبق بها هنا برضو احنا اه نوضحه ان شاء الله اه بالنسبة ليه مساحات اللي هي الخدمات وما الى ذلك ما كانش فيها اي اه تعديلات اه سبعة ونص وعشرة واثناشر اه ونص دي خلصناها اه اه كل عشرة متر زيادة عشرة متر زيادة في الارتفاع بيقابلها اتنين ونص في المساحة وما الى ذلك يعني بالنسبة ليه السلم برضو اه اه ربط السلم بيه اه عدد الوحدات السكنية في الايه في الدور عدد وحدات السكنية في الدور وبيقول لي احنا انت فكرين المحضر اللي فاتت انا كنت بشرح على السلم كنت بقول ان الطول بتاع النايمة ده ما بيقلش عن ايه كان ما بيقلش عن متر كان ما بيقلش عن متر اللي هنا في الكود الجديد حطه مية وعشرة وانا الحمدلله هنحطه هنا ايه مية وعشرة وبيقول لي ان النايمة بتاعت السلم اللي هي دي اللي هي من النقطة دي للنقطة دي دي ما بتقلش عن سبع عشر سنتي احنا حطينا هنا خمسة وعشرين بفروض دي تزيد اتنين سنتي يعني لو نديتوا الرخصة دي لمهندس التنظيم يرفض الكلام دي يقول لي لا مش هتنفل انتو خديد بالحضراتكو فاحنا نهتمع اول التفاصيل الصغيرة دي ارتفاع الايمة بتاعت الدرج اه برضو حطي لها الشرط بتاعها قال الايمة لا تزيد عن سبعتاشر واحنا اوكي مطبقين هذا الايه هذا الشرط اه كان فيه جزئية بيقول افترض ان انا عندي سلم طويل شوية ورا هتجاه عامل ايه ادي درجة اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة ورا هتجاه لاغي دوله مكمل عشر احداشر اتناشر هو بيسمح لي باقصى عدد اقصى عدد في اتجاه وانا اطلع السلم في اتجاه وانا اطلع السلم في القلبة الواحدة ما تزيدش عن اربعتاشر درجة في القلبة الواحدة ما تزيدش عن اربعتاشر يعني اربعتاشر وبعدين لازم الاقي ايه نايمة طب افترض ان انا واحد بعمل مول بقى وهعمل سلم في اتجاه واحد اعمل سلم يعني قلبة واحدة يبقى انا مسلا انا هنطلع كده انا عفوا انا بس اوضح جزئية اهو انا بعمل سلم اهو اي ان كان انا بعمله بس كده رفل يعني هنعمل سلم قلبة واحدة ماشي مسموح طيب اقصى عدد درجة في اتجاه واحد ما تزيدش عن اربعة تصور يعني بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر يبقى هنا عند النقطة دي ويقولي لا لا ما تنفعش درجة اعمل ايه اعمل سيكيب سيتا اعمل بعض اللي هي اى بقى العرض بتاعها بيكون احنا ده بنتقلوش الا في المولاتي الكبيرة اه بس هي نقطة انا حبيت ايه او اضحها اه برضو هنا حطري كونديشن اللي هو كان بتاع البلاكونات اه احنا كون بنقول ان البلاكونا عشر عرض الشارع والبرج نص البلاكونا يعني ازا كانت دي عشر فليمان عند الشارع يبقى دي خمسة فليمان عرض الشارع وربطنا ان يكون على عرض الاقصى لبلاكونا لا يزيد عن ايه خمسة وسبعين الكود الجديد العرض الاقصى لا يزيد عن متر وربع لا يزيد عن دي ما تزيدش عن متر وربع بطبق نفس كونديشن بس ما بزودهش عن ايه عن متر وربع دي كانت بعض النقاط التفصيلية اللي انا حبيت برضو ايه ان انا اشيرت اه لحضراتكم عليها واستفدنا من اه الملف اللي رفعهونا الاخر زميل ابدو اشكروا عليه اه اه نبدأ نكمل المحاضرة ان شاء الله اه احنا كنا وقفنا للمرة اللي فاتت ان احنا عملنا استميشن دي اه حمل العمود ده على ما اسكر كان اه حمل العمود اللي هو موجود هنا وقلنا انه في خمس تدور هشير كزا وفي عشرة تدور هشير كزا طب تعالوا نعمل استميشن بقى العمود نعمل نعرف القطاع اللي انا هفرضه اللي ايه هو انا هنا هتطلقوا المعادلة ودربت الارقام بس عشان ما استهلكش وقت من حضراتكم في الحسابات وانتوا معين اه احنا وقفنا في المحاضرة الفاتت ان انا عندي حمل تدور الواحد ستة واربعين وستة وتلاتين من مية ده الخمس تدوار اه لو العشرة تدوار طلع ات المعدلة اللي هفرض بها القطاع اخدوها من ده الكود القديم ده الكود القديم اللي هو بشتغل به جهدات تشغيل جهدات تشغيل مش قلط بطول حاجة ولو عايزين نفرضها جماعة بالقلط برضو ههلقوا على طريقتها سريعة ان شاء الله بس انا دائما لما بفرض قطاعاتي انا فعلا بفرضها به الوركينج اه برضو لما بصمم الاواعد بقى ما انا بصممها ووركينج ما بصممهاش قلط وبرضو هنقولي الاسباب دي احنا بنصمم ان شاء الله اه لو انا عندي العمود بتاع الحمل بتاعه ست ستة وربعين طن وثلاثة من عشرة المعادلة اللي احنا جماعة بنطبق عليها هي بي بتساوي اريا سي مضروبة في الف سي نوت في واحد زائد مي وان دي معادلة كانت موجودة في الكود القديم لتصميم الاعمدة الشرط كورب تصميم الاعمدة الشرط كورب ايه الاريا سي الاريا سي هي مساحة قطاع العمود البي هو حمل الواقع على العمود الف سي نوت ده اجهاد تشغيل العمود وده له جدول ده له جدول هو الف سي نوت من الاف سي اهو ادي الجدول يا جماعة انا حطه ان شاء الله اللي هو الجدول الخمسة واحدة جدات تشغيل خرصانة الصم اه ربط الخرصانة اف سي لو هي عشرين او خمسة وعشرين او تلاتين بالنسبة لعمود لما اجتغل عليه ما اخدهاش الاف سي بتسوازي الارقام لا باخد الارقام اللي هي موجودة في الصف رقم اتنين يعني لو انا هاخد مقامة مميزة اف سي اه يو اه خمسة وعشرين يوتن على الميلي متر مربع انا باخد ما يقابلها اللي هي كام ستة يعني ستين كيلو جرام على سنتيمتر المربع يبقى انا عند هنا الاف سي سي مون دي هتطلع بستين كيلو جرام انا معاور بيها هو بستين كيلو جرام على سنتيمتر المربع في واحد زائد ميو في ان ايه ميو ايه ان بقى دي برضو يعني سريعا هنشير اليهم آآ ميو هي نسبة التسليح الميو دي هي نسبة التسليح اللي هي دي خلاص ماشي يبقى انا عندي ميو دي اللي هي نسبة التسليح نسبة التسليح دي اللي هي بتساوي ايه بتساوي مساحة حديد مساحة الحديد مقسومة على مساحة الخرصة مقسومة على مساحة الخرصة تاية ديت اللي هي اسمها النسبة ايه النسبة ميو ودي لها القيم في الكود القيمة اللي هي ميو دي لها قيم كانت داخل الكود القديم كان بيقول لي ان ميو بتتراوح من تمانية من عشرة في المية تمانية من عشرة في المية لحد تلاتة في المية دي القيمة بتاعتها يبقى انا بعوض هنا هاخدها من تمانية من عشرة في المية لتلاتة ايه تلاتة في المية ايه الان الان دي هبارة عن ايه الان دي يا جماعة هي النسبة ما بين المدلس افل السلس بتاع الحديد على المدلس افل السلس بتاع الخرصام يعني ان هي بتساوي اي اس باي اي سي تمام كده ودي لها قيمة يا اما بناخدها بخمستاشر وديت في حالة الضغط يا اما اني بخلق الان دي بتساوي عشرة ودي في حالة الشد يعني انا حخلي الخرصانة تشيل معايا فيين تشيل معايا في الشد اما لما اطبق في المعدة دي العمود بيعرض الى حديد اسف الى حمل ضغط حمل الضغط يبقى انا عندي الان هنا بتساوي الكام الخمستاشر انا فعلا عوضت هنا في كام في خمستاشر شلت البي وحطت قيمتها بالطن ضربت في الف عشان احاولها لكيلو جرام عشان دي محطوطة الوحدات بتاعتها كيلو جرام عال سنتيمتون مربع لو دي نيوتن باي ملي متر تربيع اخد الوحدات اللي اتسابها وعمل واجري عملية التحجيل ونخلي بنا اقومي الوحدات بالنسبة للأكواد لانه دي بسبب اخطأ كتير يبقى عندي الاريسي مضروبه في الاف سي نوت اتفقنا ان هي قيمتها ستين مضروبه في واحد زائد ميوئن ميوئن انا هنا فرطتها بواحد في المية طب الفروض بقى جماعة عايز اعمل كومنت صغير كده على فروض نسب الحديد في القطاعات انا ما بفرد نسبة حديد دايما بنلاقي ايه يقول ايه اخد الميوئن واحد في المية انا يعني مجازا انا همشيهن واحد في المية انما لازم اكون اه مركز اوي وانا بفرد قيم اه اه نسب الحديد ليه لان حسب نسبة الحديد اللي موجودة في القطاع بيبقى القطاع له حالة معينة من الايه من التشريخ او اللي هي بنسميه حالات الانهيار بتاعت الايه بتاعت القطاع في انهيار بيبقى اه ما بيدينش مؤشرات عند ايه اه في نسب للحديد ما بيدينش مؤشرات عند انهيار يعني بيحصل ايه انهيار مفاجئ للمنشأ منخلالها في نسب حديد بيقابلها انذار قبل الانهيار وفي نسب حديد اللي بنسميها النسبة المتوازنة للحديد كلام ده انا هشرحه تفصيلا تفصيلا ان شاء الله في تصميم القطاعات الايه الخرصانية انما انا بس بحب ايه طالما معلومة جات قدامي احب انوه بس او اقول او اتكلم عنه اه هنا انا عوضت في المعادلة الانون الوحيد اللي عندي يا جماعة في المعادلة هو الاريا سي طلقت الاريا سي طلعت معي 672 وشوية سنتيمتر مربع البي انا فرضها بتلاتين يبقى عندي التيح تطلع بخمسة وعشرين طلعت اقل من تلاتين انا هاخدها تلاتين يبقى العمود ده يطلع تلاتين في تلاتين لو خمس دوار ده الصمشن بتاعي انا ما صممتش انا ده بعمل صمشن لو الحبل بتاعي 92 وشوية سيطلع عن الاريا سي بهذه القيمة والبي بتاعتي بتسوي كام تلاتين اللي هو العرض الادنى لعمود تلاتين اه وهاخد التيل مناظرة لها بعد مقسم ديه على تلاتين تطلع خمسة واربعين لما اجي بقى احط في الرسومات الفرض خلاص بقى انا كده اعدت دردش وابقى اعدت دمكه شوية في المعادلة دي وازاي اخد القطاع انا كده اطلع لعندي تلاتين في خمسة واربعين حاجة رايح على ملف الاوتوكادي اللي عمود ده اللي انا اشتغلت عليه اجي عامل مضافي للقطاع ده واخليه تلاتين في خمسة واربعين هقول لك اه اعمل ده بس عايزك تركز معي في نقطة معين لما بديك بنعمل قطاعات او جداول القطاعات العامدة بقول والله انا عند الاساسات والبضروم والدور الارضي قطاع كذا فكذا الدور الاول عالي والتاني عالي والقطاع كذا فكذا الدور الثالث والرابع قطاع كذا فكذا لما باجي افرد عمود المفترض ان العمود ده قطاعه بيقل طول ما انا بطلح في ارتفاع الادوار يعني انا عند المنشأ بتاعي انا بعد ما عملت والله العمود ده كان هنا كان تلاتين مثلا تسير في ستين فوق تلاتين في ستين اللي فوقيه هخليه خمسة وعشرين في ستين لما باجي اقصه ملاحظين يا جماعة هقص كل دورين يفضل انشائيا لما اجي اقص من ابعاد العمود اقص كل ايه دورين يعني القطاع ده يبقى زي ده لما اجي اطلع فوق اخد ده زي ده ولما اجي اقص ما اقصش في التجاهي المراحل يعني القطاع ده تلاتين في ستين ده خده تلاتين في ستين اللي فوقيه يبقى خمسة وعشرين في ستين ما اخدوش خمسة وعشرين في خمسة وعنسين ما اخدوش وهنقول السبب بطول ان شاء الله احنا يعني بإذن الله انا هحاول قدر المستطاع ان انا اسبب او اعلل ليه انا بعمل كده الا اذا وقفت عاجز قدام اي مشكلة هاترحها على حضراتكم ونشوف هلولا مع بعض اه يبقى اتفقنا كده انا بقص بقص فتين طيب ده انا اخدت خلاص خمسة وعشرين في ستين اجي بسبب ده خمسة وعشرين في ستين لما اطلع الدورين اللي فوق ابدأ اقص بقى في الاتجاه الطويل يبقى خمسة وعشرين في خمسة وخمسين مثلا او خمسة وعشرين في خمسين حسب الاحمال اللي هي اللي جايين طيب اه اتفقنا احنا على هذا الوقت طيب اي رأيكم لما نجي نفرض القطاع بدل انا انا كده او كده انا بحط التلاتين دي التلاتين سمت دي هحطها في الاساسات او في منطقة رقابة العمول وهحطها في البدرون وهحطها في الارض ولما باقص هاقص من التلاتين هنا اما كاحمل استميشن للامان يعني اقول والله طيب انا خلي انا صح احطت في رسم التلاتين اقول لا طب انا هخلي القطاع خمسة وعشرين واخد الاريا دي اقسمها على الخمسة وعشرين واجيب الطول الايه ها الطول المناظر انا عشان اعمل استميشن وبرضو الاستميشن ما يبقاش ايه بعيد عن الحقيقة هبصت لقيك ان شاء الله ان شاء الله او احنا بنصممك كبرجة او بنصممك مابنى خمسة دوار هبصت لقي القيم ريبة خالص ان شاء الله من بعدين طيب يبقى انا كده لو خدت العمود اللو بتاع دوار ارض ده 30 في 45 ده صح مش غلط انما احنا بنقول اه يعني نقول اه يعني نسموها خبرة سوق او كتر تصميم بمعانا اصح لان انتوا قدوكم ان شاء الله اما هتمشي كتير او في التصميم ومش بقول تصميم برامج يعني انا يا جماعة مش من الناس اللي بتعارض البرامج بدليل ان انا يعني انا سنة ما اتخرجت ما كانش البرامج دي يعني شبه مش موجودة اه لما نزلت البرامج انا لازم اطور نفسي كراج المهندس لازم اتعلم كل حاجة واتعلمه اتعلم ما صح واتناقش واجادل في كل كبيرة وصغيرة اه انما منساش الحل بايدي لان الحل بايدي هو اللي بيزود احساسي كراج المهندس بيزود السنس بتاعي اقدر حكم على المنشأ بصورة سليمة وبصورة ان شاء الله متكاملة فمن قطر ما بنحل بادينا نقول له الله يا جماعة لما اجأ افرض القطاع ما هي الخبرة فرض القطاع انا اخدته من المعادلة اه بعد ما اطلع من المعادلة قلت طيب انا هحطه تلاتين في خمسة اربعين لا انا هخلي دي خمسة وعشرين طب اجيب طول المنازر اطلع كام خمسة وخمسين بقى ده طول التاني المنازر اضيف عليه خمسة سنتي بقى لما اجفرد القطاع المفروض هافرض انا كام يا جماعة خمسة وعشرين في خمسة وخمسين لا احاخد الكبير من هنا اقول ده هيطلع تلاتين والكبير اللي انا اضيف عليه خمسة سنتي احطه تلاتين في ستين احطه كام تلاتين في ستين عرفنا الجزئية دي ارجو انها تكون وصلة من الزهر يبقى انا اما اجي يا جماعة هافرض ده هافرضه كام في الدور الايه الارضي هافرضه تلاتين في ستين طب بالنسبة الادوار اللي هي الاول والتاني زي ما انا عامل كده يبقى ده هيفرض خمسة وعشرين في ستين خمسة وعشرين في كام ستين اقدر اعمله مضفاوي بمتهة سهولة لشكل زي اللي قدامي ده انا القطاع ده واغضه خمسة وعشرين في خمسة وثمانين اقدر اعمله مضفاي بسهولة لانه هو احنا طلعناه خمسة وعشرين في ستين لانه راح الم منه كان خمسة وعشرين سنتي لما اجا 거야 طبعا ما انا اقطارش اللم من هين لانه انا عملت البروس ده عشان اغطي الكامرا اغطي ان الكامرا بتاعتك تيجي من شفة العمود ده لشفة العمود ده اللي ايه? الجواني في حلم الخمسة وعشرين منين يا جماعة. حلمها من هذا الاتجاه. يبقى انا هاخد دهو. واجي لامن منه خمسة وعشرين سنتي. انا اسفزان انا انا ادستر حاجة. اه. اه يبقى انا ده حلمه كام? حلمه خمسة وعشرين سنتي. يبقى. خلاص. العمود ده كده بقى اه اه الامر ده يا جماعة بيبقى امر حلو يعني عشان ما امعطش ارجع القطاع وبعد كده اعمل امتداد للخط وبعد انا شيء الخط تزيادة هو اوتوماتيك على طول انا بعلم عليه. وآآ باخد اللي ايه اللي هو التشاكل دي اللي اقصيت التشاكل بالنسبة لاي قطاع. وبعمل له مضفاي في الشكل بتاعه. خلاص. يبقى انا عندي القطاع ده بقى كام يا جماعة? نا. خمسة وعشرين في الستين زي ماقناه ايه? فرضته اه اوتوماتيك هعمل كل الحسابات بتاعتي على العمدة. وابدأ احط القطاع بتاعتي. يبقى انا كده اديت فكرة مبازأة وعلى سبيل المسال ازاي بحسب هزا العمون? ازاي بحله? وازاي بحط الاشتراكات او الفروض بتاعه? اوتوماتيك ده لو خمسة وعشرين في سبتين اه اكيد ده يعني اه برضو انا انا ما حسبتش حساباته زي ما عدت حسبت لده كده بس احنا هنفرضه بقى كده نقول والله القطاع ده انا اخليه بدل ما كان اه خمسة وعشرين ما كان في متر لا انا ده هنقصه خمسة ثلاثة صندوق وخلي خمسة وتمانين بس. ماشي كده يا جماعة. ده برضو حخليه خمسة وتمانين بس. ده هخلي خمسة وتمانين بس. وهكذا. يبقى انا عند كل الاعمدة الدخلية هخليها خمسة وتمانين ده انا س persistence كده.Time التجارة اللي هنا خمسة وعشين في ستين. الاعمدة الترافية وخطورة المشأ. بمعنى الاعمدة اللي هي موجودة هنا عن نواصل. ودي. رجاء عدم إهملة الأعمدة اللي موجودة هنا دي فونتان خطورة ليه لما بيكون عندي منشأ زي ده وعندي هنا جار أنا عندي ممكن مرة واحدة في الزمن مرة واحدة في الزمن أن الجار ده هيحفر جنبي عشان يبني بيته وده حفر جنبي عشان يبني بيته وخلاص أنا وهو استقررين على هذا الوقت الناس يا دي خطيرة شغل صرف صحي داخلي فيها شغل ميا داخلي فيها شغل غاز طبيعي داخل فيها عربية رجاء طالعة من الرصيف رجاء خبطالة في عمود الناصية مش كل دي حتى بارات المفروض نحسبها لأننا نحن نصمم على الورست كيس طيب لبقى لما يكون عندي ناصية زي كده أبقى مركز قوي وأنا قررت حاجة حلوة خالص في إن شاء الله هدور لك عليها لأنه كان بقالها فترة وعد تحت عين اللي كانت موجودة أو مذكورة بالتفصيل في الكود الفرنسي كان أحد الزمن اللي بصراحة زودتني بيها وعجبتني المعلومة وهي لو أنا مثلا سي عند عمود زي ده وعند عربية العربية دي بتمشي بسرعة مثلا مئة كيلو متر في الساعة ورجاء خبطة في العمود ما هي قوة الصدمة اللي هتأثر على العمود قوة الصدمة اللي هتجي على هذا العمود وإزاي أصمم عمود زي ده إن شاء الله أنا أحاول جاهدا أن أدور على المعلومة دي لأنها كانت أردتها واستمتعت بها كثير يعني أنا آسف طلعت بكم من جو المحاضرة بس أنا افتكرت المعلومة دي وأنا شغال يعني الأعمدة دي لما أجي أفردها ما أفردهاش أعمدة الجار يفضل جدا أن أخليها مثلها زي زي الأعمدة الوسطية يعني يفضل أوي تكون قريبة من العمود الوسطي أنا عندي هنا 25 أنا أخدت 25 في 85 دي ممكن تبقى 25 فيه منموم أوي يعني أما أقللها أوي تبقى في 70 أما أقللها أوي تبقى في 70 وأفضل أنها تبقى في 85 زي الأعمدة أنا بقول التفضلات اللي أنا بقولها جماعة لما نصوص عليها في الكود ولا منصوص عليها في حاجة إنما هي خبرات وتحتمل الصح وتحتمل القطع إنما هي إن شاء الله إن شاء الله هتكون قريبة خالص من الصح وهنزبت هذا بالإيه بالنتائج اللي بنستخرجها من البرامج طيب إحنا دردشنا كده تقريبا في كل معمريات دردشنا فيه شرطات الترخيص عرفنا إزاي بفرد الإيه بفرد العمول كان فيه جزئية مهمة وهي ارتفاع الدور بقى يعني عايزين نعرف ارتفاع الدور إحنا اتفقنا هنا جماعة إن ارتفاع الدور ما بيقلش دور الأرضي عن 4 متر أو ما بيسمحلش ببروز إلا على ارتفاع 4 متر من منصوب رصيف دايما يا جماعة أما هتكلم هتكلم عن منصوب رصيف لأن أنا عندي فيه 15 سنتي تاني حاجيني من الشرع لرصيف ارتفاع الدور ده 3 متر ارتفاع الدور 3 متر أدنى ارتفاع للدور أدنى ارتفاع للدور وحسب ما زودنا الأخ الفاضل آخر بقى معلومات نتكلم عليها إن يكون الارتفاع تقريبا إن هو بيبقى 2.75% في القديم معرفش الجديد صراحة من فيه كام المهم أشوف يا جماعة وأطبق أشوفه إيه وأطبقه تقريبا أقل ارتفاع هو كان 2.75% قد قديم بالنسبة ليه اللايحة الجديدة دي ده يالي ممكن تقل شوية ده الارتفاع دي أبراج ودي الفتحات بسم الله العالم ورحيم حتى بطنية السقف الدهالي 2.70 ايه اللي 2.70% دي متقاسة منين متقاسة من البطنية يعني هاي بطنية دي هو الاسم جريب شوية البطنية بدما هي من بطنية السقف مش البطنية إياها لما يوجد قيس الاثنين خامسة وسبعين بتبقى من منسوب البلاط من منسوب البلاط بتاع الدور لبطنية السقف من تحت مش للسقف من فوق أنا أشوف أنا قيس تلاتة مترا هاي طيب من بطنية من وش من وش النهائي للتشطيب لحد بطنية السقف من هنا دي ما تقلش عن اثنين سبعين ما تقلش عن اثنين سبعين طيب أنا راجل شوية معي فلوس وعايز أجي في المدخل ده وأعمل سقف سائط وأعمل لأنا عايز أقول له حاضر بس ما يكونش اللي ارتفاع ما بين منسوب دهر البلاط وبطنية السقف المستعر انت بتركبه ما قلش عن اثنين متر وكام وتلاتين برضو دي من ضمن الايه اللي اشتراطات طيب تعالوا بقى ننزل بدروم ونشوف اشتراطاته وبالمرة نتكلم عليه لهو جراش بقى يعني بالمرة عشان نعرف شتراطات الجرشات في القود ويحنا كده آآ تقريبا غطينا تماما تسئلة الأخ الفاضل على رسومات بتاعت الترخيص يعني آآ أنا هاخد ده يا جماعة وهاعمله بدروم طبعا أنا المفروض هاخد بقى ايه بعد ما زبط الدنيا هنا أخد كوبي ونزلها هنا ده بالنسبة للدور الأرضي بس طبعا الدور الأرضي ها العرض بتاعه كام تلاتين بيبقى أنا برسم هنا خمسة وعشرين برسم هنا كام برسم هنا تلاتين وبعد كده هابدأ أرمي المحاور المعمارية وأنا بركز على كلمة محاور معمارية اللي هي تعتبر منصفات الحوائط آآ اللي للأسف إحنا لما بنيجي نشتغل إنشائي باخد المعماري واشتغل عليه إنشائي لأ أنا راجل مهندس إنشائي أنا أعتز تماما بشغلي أعتز بمحاولي أنا هعمل على لوحة المعماري حتى لو أنا أخدت اللوحة دي من مهندس معماري أنا بحترمها إنما أعمل شفت لهذه المحاور علشان تديني محاور الأعمدة وليست الحوائط محاور الأعمدة وليست لإيه الحوائط كلام ده ما بيفرقش أقول لك آآ سيبنا ما بيفرقش لأن الحين لما بصمم على دي لو ألعمل شفت للمحور على العمود وبالخص برنامج السيف بتبقى فيه فروق إنما طالما أنا عارف الصح ليه أعمل وغاوب لأن البرامج الإنشائية بتتعامل مع المحاور أنا محاور محاور إنشائية ولا محاور معمرية البرنامج الإنشائي اللي هو السابق أو السابق أو الإتاب كل دي برامج من مسمها برامج إنشائية سواء تحليل أو تحليل زائل تصميم يبقى المفترض الداتة اللي أدها لها أديها داتة إنشائية ما أدهاش داتة إيه آآ معمرية صح؟ طيب تمام نخش على نفترض أن أنا عندي عربية العربية دي أنا عايز أعمل لها فتح أنا هأخد الجراش لأتوها هأخد الجراش وأقول إن الجراش يا جماعة إيه؟ هعمله سي آآ جراش عربيات البدرون ده أنا هعمله جراش عربيات طيب نبدأ أنا عايز أخش من هنا عايز أخش البدرون لما أجي أمشي من هنا لازم أعمل رامب هنا لازم أعمل رامب عشان العربية تبدأ تيه تنزل بعد العربية هنا تلف وتبدأ تخش البدرون من هنا من تحت تمام؟ طيب ناخد كوبي من ده روح بي مكانه هنا المفروب بقى أنا هشيل بقى الكلام ده كله عشان أذبت الدنيا دي خالص دي لو عرضتني هشيلها ما عرضت ديش حاسبها لأن أنا ممكن وانا دخل بالعربية هنا دي قفل علي مش محتاجها يبقى أنا عندي في الدول الأرض يمكن أعمل مضفايا لمين ها؟ للشكل ده مش قادر مع الارتفاعات بتاعتي مش هتوفي أو العروب بتاعتي مش هتوفي طيب ايه اشتراطات فتحة الجراش؟ اشتراطات فتحة الجراش لا تقل العرض الصافي الكلير الصافي عن اتنين متر ونص الكلير الصافي ده هون ما قلش عن اتنين ونص طيب ده انت بتاخد من الحيطة الحيط أقولك صح انت كلامك صح ده المفروض ان أنا أحط العمدان وقيس الكلير بعد العمود لأن احنا اتفقنا ان هنا في المنطقة دي انا هحط ايه ها هحط عمود نفترض ان انا هاخد عمود من الصغير ده كده وهحط نهام والعمود ده ممكن يبقى تلاتين في تلاتين اه ايا كان فلما جايس بقى المسافة ايسها منين ايس من نظيف العمود لحد مين للعمود ده يبقى دي المسافة اللي انا بقاسها في دول الارض هي دي التي لا تقل عن اه اتنين متر ونص طيب خلصنا دي ان دي ما تقلش عن اتنين ونص انا عندي موفية او موفية طيب الرامبة بقى ده منصوب الشارع بتاعي لما اجا هعمل الرامبة همشي كده وبعدين همشي قفر تمام يبقى ده البدرون بتاعي وده الشارع بتاعي طيب الرامبة ده ميله ايه طيب دي جزئي بسأل عندي جزئيات تانية العربية بتاعته هي ماشية عشان تنزل عن الرامبة ده وتخش هي بتخش اول ما هتمسك النقطة دي بالزبط هيبدأ يتصطدم بمين بالسقف بتاع الدول الارضي يبقى انا عندي في نهاية الرامبة من هنا انا ممكن الاقي كاميرا ديينة هتضيقاني او انا داخل نهايو ادي الكاميرا من تحت صح كده جمال اوكي انا برسم اوزا هزا تفن يبقى انا عندي العربية بتاعته هتيجي من هنا هتبدأ تتحرك تنزل عن الرامبة وتخش في فتحة قطعة الجراج الارتفاع الادنى من بطنية الكاميرا للنقطة دي دي ما تقلش عن اتنين متر واربعين دي ما تقلش عن كام انا سوري يعني دي انا باخد ماس لان انا بقولوك انا رسم دي وزويد دايميج يبقى انا عندي المسافة اللي اقاسها منين من بطنية الكاميرا لحد ارضية البدروم دي اللي هو الخط الاخرانة اللي انا حطيته ده اللي هو بلولة احمر سي نفترض ان هو الخط اللي انا نشطه ده هو ده اللي ارتفاعه مايقلش عن اتنين متر واربعين طب افترت بجماعة وانا بحسب المل ده لأ انا وانا بنافز هنفز بعمل القطع ده لأ ادي أقل من اتنين واربعين اقول طيب خد الكاميرا دي وقلبها يعني اعمل الكاميرا دي في كاميرا ايه الكاميرا مقلوبة بتل ما ت locateسها كده نازلة تحت لا اطلع بالكاميرا دي وقفل الكاميرا بتاعتك ونعمل الكاميرا دي مقلوبة علشان اوفر الارتفاع اللي لم يكن موجود اللي لم يكن موجود يعني وانا بقيس الارتفاع ده من بطنية الكاميرا لحد ارضية البضرور لقيتها أقل من اتنين واربعين اجرى رفع الكاميرا الفوق اوتوماتيك انا وفرت 60 سنتي بقى عربية تقدر تعد يبقى انا عرفت الشرط ده وعرفت الشرط الايه العرب الرمب ده ميل واحد لسبعة الرمب ده بتاع العربية ده هون للشرطات حطها واحد لسبعة يعني كل سبعة متر افقي بمتر ايه بمتر رأسي وهنا بنفضل دايما لما يكون ده منسوب الشارع عملنا تلات درجات كان فيه مرة من دول مرات عملنا ستة الشكل ده قوي بيفضل لما يكون الارض هنا جراش ليه لانا هنا طلقت حوالي متر طلعت متر وعندي اوتوماتيك الارضية دي هتزيد عن الرصيف خمستاشر قد متر وخمستاشر والرصيف يزيد عن الارض كمان خمستاشر يبقى ده مية وتلاتين مية وتلاتين من مية وعشرة من اتنين متر واربعين صح كده اللي هي المية وتلاتين الفرق دول لان انا جدت كده المسافة او الفرق ما بين منسوب الخط ده ومنسوب ارضية الدور بقى ده مية وتلاتين طب انا محتاج قدية عشان اوصل للاتنين متر واربعين يبقى المية وتلاتين نقص اتنين متر واربعين هيبقى لي اتنين مثلا سي متر وتلاتين هيبقى لي اتنين متر وشفية اه اتنين متر واربعين نقص مية وتلاتين هيبقى لي متر وعشرة هيبقى انا محتاج اوفر كاما جماعة محتاجة اوفر بس متر وعشر كلير هنا عشان العربية بتاعته تتمشي وتنزل هنا يبقى كل مساء في الدور الارضية تدور الارض دي الوساء في البدرون بيعلى كل ما بريح لي المسافة دي وبالتالي بيقلل للهالك بتاع المساحة اللي هنا طب افترضوا ان انا عند المنطقة دي كلها مدايقاني اعمل شفت واخش بالايه اه انا بحل بقى كاراج المهندس اي مشكلة اتواجهنا حل اهو اخش بالعربية وابدأ الف وابدأ ايه اخش في هذا الاتجاه تمام كده احنا تكلمنا برضو عن الجرشات واشتراطات الجرشات اه بإذن الله انا طبعا ما نقلت الكوش العمدان وما لازالك ان ان شاء الله الكلام ده هنبدأ نزبط هذا الشغل على انه برج ونعرف هنحط الحطان ازاي ومرة هفرضها لكم كده بلغة المقالين اي كلام اوكي ومرة هنفرضها بقصص علمية واضحة ومرة هفرضها بقصص علمية واضحة ونحط العمدان دي بقى على الارض وعلى الابدرون وعلى الشغل بتاع كله وابدأ اخد هزا الاسكليتون بتاعي وابدأ اخش على اه برامج التصميم ان شاء الله فلما نيجي ان شاء الله بإذن الله للمحاضرة الجاية هنبدأ نقول ده عشان اللي محتاج السلم الاضافي ومحتاج هنا ايه مصعد صح؟ سي هحط هنا او هحط هنا اه ايا كان انا هعمل مصعد طب باللاحز احنا دايما ان الرسومات بيجينا مرسومة جاهزة بس انا مش فاهم يعنيش سلطات المصعد ان شاء الله هحطولكم مساحات المصعد اه لو المصعد مساء عايزه شيل 80 كيلو 100 كيلو 300 كيلو 600 كيلو انواع المصعد المختلفة ان شاء الله اللي هنستعملها انا باخد من المصعد ما يخصني كراجل سبل انا باخد من المصعد ما يخصني كراجل سبل انجينير يبقى عشان لما يجي أفرض قولوا الله البير بتاع الأسانسير أنا هاخده متر وعشرة في اتنين متر هل ده ينفع ركر فيه أسانسير ولا لا هنعرف هنعرف المساحات بتاعت المصاعد هنعرف الأحمال بتاعت المصاعد وأرجو إن شاء الله أن أنا أقدر بإذن الله بإذن الله أفدكم في هذه المعلمات وأصلاح التأثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته